تطورات جديدة تؤشر الاحتمالية وجود عسكري طويل للأمد في العراق بدى ذلك جليا من خلال مواصلة القوات الأمريكية تعزيز وجودها في محافظة الأنبار حيث يستفيد الجيش الأمريكي من قاعدتين عسكريتين الأولى في أقصى غرب المحافظة وهي قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي والثانية في شرقها وهي قاعدة الحبانية مصدر في وزارة الدفاع في العراق قال إن الولايات المتحدة نقلت جزء من ترسانتها العسكرية التي كانت منتشرة في مناطق سورية إلى قواعد عسكرية في الأنبار مشيرا إلى أن معدل وجود الجنود الأمريكيين في القواعد العسكرية في العراق ازداد خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ويتحدث مراقبون عن رغبة أمريكية في الاستفادة من المساحات الواسعة في الأنبار والبنى التحتية العسكرية فيها لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي والتترجيحات بأن ينقل الأمريكيون الجانب الأكبر من إمكاناتهم العسكرية المتاحة على الأراضي العراقية إلى قواعد الأنبار والتي تشكل حلقة امتداد إلى سوريا والأردن والسعودية فضلا عن الاستفادة من مقرات ومواقع أخرى في مدن أعاد الفرات وفي الشريط الحدودي بين العراق وسوريا خبراء وأمنيون يرجحون عدم مغادرة القوات الأمريكية الأنبار مطلقا لحماية مصالحها في العراق والمنطقة لأسيما أن تلك القوات تعمل بمعزل عن الحكومة في بغداد والسلطات في الأنبار فيما يصرح الساسة واشنطن وفي مقدمتهم الرئيس دونالد ترامب أن وجود تلك القوات هدفه مراقبة الأنشطة الإيرانية وهما أثار ردة فعل سلبية في المنطقة الخضراء دفعت بعض النواب لها سيم المقربين من طهران إلى التقدم من مشروع قانوني لنظم الوجود العسكري الأجنبي على الأراضي العراقية وإنهائه وفق جدول زمني وبينما تؤكد الحكومة في بغداد أن القوات الأمريكية موجودة بموجب اتفاق بين البلدين تأتي التصريحات الإيرانية المطالبة بطرد تلك القوات لتزيد من حجم الحرج الذي تعيشه حكومة عادل عبد المهدي التي تجد نفسها بين مطرقة تلك القوات وسندان الضغط الإيراني حيث تبدي كل من واشنطن وطهران استعدادهما للحرب حتى آخر عراقي